موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانه راما يمكن احنا بالاسبوع الماضي شوي اخذنا بعض المواضيع لكن خلال هذه الفترة ايضا او اجلنا ورحلنا بعض المواضيع المهمة ولكن على ما يبدو انه احنا كل ما نجي الموضوع رح يزيد ويستفحل اكثر واكثر ويدفعنا انه نتكلم على هذا الموضوع او هذه القضية بشكل اكثر واوسع اللي صار خلال الاسبوع الماضي وهذا بداية هذا الاسبوع ايضا بدأ درجات الحرارة ترتفع واحنا معروف عندنا دائما في كل عام ما شاء الله بالعراق شهر تموز لازم يصير عندنا احتفالات من كثر ما موجودة عندنا الطاقة الكهربائية متوفرة وما شاء الله حالة التبريد اللي يعيشها المواطن العراقي بشكل فضيع ولذلك حتى الاماراتيين يفكرون يسافرون للعراق وخاصة لمحافظة الجنوبية وطبعا هذا للتكهن وايضا نتهكم على الواقع اللي احنا نعيشه ولكن في الحقيقة مأساة ما الها اي مثيل دائما احنا يا اما المولدات تنفجر يا اما اسلاك تتقطع يا اما يصير عندنا خلال فني يا اما عندنا مشاكل كثيرة تخص الكهرباء ولذلك المواطن دائما لو متعود على المهفة الموجودة عنده لذات ما شاء الله رب ضارة النافعة منهم من يعتمد على هذه الاسلوب او هذه الوسيلة حتى يوفر للطاقة الكهربائية للبيت ياما على البنكة وعلى المبردة وطبعا المبردات بايام الشرجي اللي احنا نسميه حدث ولا حرج لو ما تشغلها افضل لك هواية ولكن من لا شارة مجبورين انشغل المبردات ومجبورين انشغل البنكات حتى لو كانت الذب علينا لهيب حار المهم احنا اكفة نسمة هوا موجودة عندنا داخل الغرفة وداخل البيت الروح الى الكهرباء المولد المولدات احنا قبل فترة صارت ضجة شبيرة عندنا على المولدات الكهربائية وخاصة الاهلية اللي صار الحكومة قامت واعتقلت العديد من عدهم واخذوا عليهم تعاهدات بانهم يزيدون اسعار الامبير ويوانا وحنا وصلنا تقريبا يعني ثلث الاول من شهر تموز راح نشوف راس الشهر راح يجي وراح ايضا نعرف اشقد هي اسعار الامبير اللي اخذوها وفق التسعير الحكومية يا اما زادوها بسبب انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وبالتالي فعدم وجود طاقة كهربائية راح تدفع اصحاب المولدات انه يستهلقون غاز اكثر وراح يضطره ويقول الحكومة ما راح تنطيني كمية الغاز اللي انا يحتاجها والمطلوبة وراح اشتري من السوق السوداء وبعدين راح ازيد سعر الامبير على المواطن ويرجع المواطن هم يشتكي من اصحاب هالمولدات الاهلية ويقول زادو والستسعير علينا وترجع الحكومة راح تعتقل او تاخد تعهدات وعلى هذا الدوار احنا لازم كل شهر نتعامل بهذا الموضوع وما عدنا غير الكهرباء اجت طفت وطني مولد وقعت الجوزة ارفع الجوزة طفو الزايد وعلى هذا الموضوع وهذه المصطلحات اللي اكثر هيحتيها الشعب العراقي اكثر حتى من الصلاة على النبي وقال النبي ولذلك يمكن احنا لو كانت الكهرباء وحي يعني وحي او نبي يمكن اندخل لنا جنة بقد ما نذكرها من الصباح للليل وشغل الشاغل للعراقيين بايام الصيف وخاصة في شهر تموز وقاب اللهاب حدث ولا حرج ما علينا غباره على قولة القائل ما حد يحزدك على الموقف اللي انت بي وبعدين احنا شغلة الكهرباء تدفع الناس وللأسف في بعض المناطق يعني ما عدنا رقابة ما عدنا احد يتابع فدوائر الكهرباء اما هم مثل ما كان يتصل احد المواطنين من النهروان في بغداد ويشتكي من الكهرباء يقول انخابر عليهم ما حد يجي اندو عليهم ما حد يجاوب الروح لهم ما حد يطلعوا ايانا او يردون فلوس او ما شابه ذلك وهذه ظاهرة وللأسف مو كأنه هي وحدة داخل منطقة وحدة لا في عموم العراق موجودة واحنا نذكر من كلنا صغار دائما احنا نروح عليه الكهرباء لازم نجمع لهم شوية حتى ننطيهم يابا ننطيهم من رضا يعني ما نحن ما زعلانين بس غالي يسوننا الكهرباء ولكن اذا الكهرباء هي من المغذيات الاساسية ما موجودة اش راح يسوي المواطن في هالحالة مثل ما ذكرنا راح يرجع على ابو المولد والمولد راح ترجع نفس الدوارة ونفس القصة ونفس الحالة ونفس المعاناة ولكن في بعض الاحيان العراقيين عدوا مشاكل لما يستصلون بالكهرباء يقول لهم والله المحاولة ما لاتكن مو زينة او يقول لهم اسلاك عدكم مو زينة ورح يضطرونها للمنطقة يشترون بفلوسهم المحاولات الكهربائية ما اعرف الدولة ما عندها فلوس او وزارة الكهرباء اللي صرفت اكثر من ستين مليون دولار على الكهرباء اللي هي تساوي موازنات بلد اذا مو مليار طبعا خلال هاي السنوات الماضية ما يقدرون يجيبون محاولات حتى يغذون ودائما حجز وزارة الكهرباء حقيقة بسبب التجاوزات اللي تصير عليها من قبل المواطنين اما بسحب كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية لبعض المناطق خاصة للبيوت او المعامل او المصانع او معارض السيارات او مستشفيات او الدوار الحكومية ويا اما تكون هي مسحوب من خط او خطين لكل بيت من ناقل الى اخر وطبعا اكفة ظاهرة محددة ايضا عدنا احنا للأسف حتى الجوامع والاحسينيات جوامع والاحسينيات حس عوفنا من المستشفيات دائما اذا يصير المغرب شكوا عدهم سبلت يشغلوا وشكوا عدهم مبردة تشتغل وشكوا قلوب عدهم لازم يشغلوا وعبالك الكهرباء عدهم محاولات يم من الجوامع احنا امنتوا بالله بيوت للعبادة وعلى عين وعلى راسي بس يا اخي هذا التبدير على شنو احنا نعرف في موسم الصيف وكهرباء ما عدنا ونعرف احنا مشاكل نصار نسنين بهذا البلد مع الكهرباء من الثمانينات الى اليوم احنا قصة الكهرباء ما تلحل فيا اخوان في المساجد يا موظفين يا تابع نعرف الوقف يدفع فلوس بس اخي العزيز اخي المواطن استرشد باستهلاك الطاقة الكهربائية حتى ما يصر عليها احمال وتنطف الكهرباء او يصير اكو خطع خطع العفو او يكون اكو ضغط على المحاولات وبالتالي يصير بيها انفجار وراح تعطلوا وتأذي البقية الناس فيا اخوان يعني حاولوا تصلوا في مناطق مناسبة لكم بالجامع تشغلون سبلتين او ثلاثة نعرف الحر قاتل ونعرف هاي تفاصيل فشوي يخففون من استهلاك الطاقة الكهربائية يعني مو معقولة انت تفتح في صلاة الظهر او صلاة المغرب تفتح كل السبالة اللي موجودة عندك وما شاء الله اكو بيهم جوابع يحطون سبالته بالاربع طن هذا الشبير اللي يسحب الكهرباء كلها من العراق فما له داعي تريد الدخل الناس حتى شنو ليش هو المؤمن يريد يصلي لازم إذا يصلي إلا على تبريد يا اخي شوية نسمة هوا باردة حلوة مرتبة يصلون الناس ويذكرون رب العالمين ويرجعون لبيوتهم ما له داعي يقعدون لا ساعة ولا ساعتين وآمنتوا بالله اللي يريد يعبد رب العالمين يعبده لذا تريد تحكي على قبل فما كانت عندهم هاي السبالة اللي موجودة فاستهلاك أو استرشاد عفوان الطاقة الكهربائية بالنسبة لدور العبادة بكل أصنافه واجب شرعي لأنه من باب التبذير أنت ما محتاج هذه السبالة ما متروسة عندك الجامعة والحسينية في كل فرض وبالتالي أنت لازم تشغل كل السبالة وهذه نقطة كلش مهمة أتمنى المعنين في دوائر الوقفين السني والشيعي مراعاة هذا الموضوع ومحاسبة أيضا المقصرين ونتمنى إن شاء الله منع شي يسمعوا من هاي الأذن وطرعوهم من هاي الأذن لا يكون أكو تطبيق لأنه الوضع إحنا إذا من داري نفسنا ما حد رح يدارينا هي هذه حقيقة إذا إحنا من اهتم بواقعنا ما حد رح يهتم بينا وإذا إحنا من رد نتحمل مسؤولية الواقع اللي إحنا دعيشه ونشعر بمسؤولية الكهرباء وتكون مسؤولية تضامنية وتشاركية مع الكل ما حد رح ينطينا يعني أنا في بيتي أخلي سبع سبالة عندي في البيت على طنيا أو على أربعة طن أو على أكثر والله العظيم يعني هذا حرام هذا حرام لأنه أنا رح أخذ أخذ الطاقة اللي موجودة كلها بعد ما رح يكون عندنا لأن هي حزمة توزع على هذه المنطقة ومو ببلاش ولذلك أكو نصيحة أخرى أكو بعض رح يقول هذا الكلام مو مقبول أكو ناس الشكل يتفكر في بعض المحافظات في بعض المحافظات وأنا أعطيكم مثل في محافظة أربيل مثلا في محافظة أربيل سيطروا على الكهرباء تقريبا تقريبا بشكل مناسب يعني بساعات التجهيز خلوا كابينات أعمدة يعني على العمود العفو كابينات صغيرة بها طاقة كهربائية تغذي للبيت بقيمة أربعين أمبير أربعين أمبير لكل بيت وطبعا هي يمكن أربعين على ما توصل لك يمكن شوي تكون أقل بس المهم كل بيت إلى أربعين أمبير مشكلتك الشغل سبلتين الشغل سخان وما تشغل سبلت تشغل كذا هذا توفير حتى تكون الكهرباء عادلة على كل المناطق يعني والله أنا ما جاب رأك أنت تروح ما عاجبك الكهرباء الوطني رحط لك محول شبيرة وإذا أنت الله رازق ومتمكن حط لك أم الألف كيفي ينباب بيتك واستمتع بالكهرباء اللي أنت تريده يعني إحنا ما مكلفين جاهل صغير والله غرفة الأولاد والله غرفة الجهال والله غرفة الخادمة والله غرفة كذا وعلى كل غرفة بيها سبلة طني يدقن بهذا الظهر والناس ضال لكل شيء مع عادلة الكهرباء لأنه الأحمال ثقيلة وما تتحمل وهذا الشيء أيضا مثل ما يقولون البعض ما يجوز ما يجوز تريد تحشيها بالوطنية تريد تحشيها وطنية تريد تحشيها أخلاقيا تريد تقولها شرعا هذا معدل ولا إنصاف ولا أحد يقدر يقبل بهذا الموضوع لذلك الناس يسوي هالمساكين في مناطقنا متعددة طبعا قاموا يحتفلون لإذا طقت الكهرباء وإجوه للمولد للكهرباء الوطني راحوا وسوالهم حفلة هذا اللي يجيب لهم موسيقى حتى يدقها وفرحون الناس أهل المنطقة اللي راح ترجعون للكهرباء وأكوا بيهم يقولون لا يسووا حفلات وصفقات وهلاهل وكذا وهذه شفناها حقيقة في بعض المقاطع اللي انتشرت خلال اليومين الماضيين إذا موجودة يعني أهالي الزعفراني أعتقد أول الأهالي إذا ممكن تطينيها زميل المخرج شلون فرحانين أهالي الزعفراني أنه جابوا محاول الكهرباء بمنطقتهم وفعلا يعني بعد عناء طويل فإحنا دنشوف يعني إحنا يقول الوقاية خير من العلاج يعني أنا شوي شوي أدير بالي على الصحتي أدير كذا حتى لا أصير مريض أو لا أوقع بمرض لا سامح الله ونفس الحالة من أمشي بسيارتي على كيف حتى ما يصير لي حادث ونفس الحالة بالنسبة للكهرباء لما أسترشد الطاقة الكهربائية عمر المحاول إذا خمس سنوات رح يصير ستة أو سبع سنوات وديتش الساعة الله كريم فهي خلنشوف هذا الفيديو طيني يا زميل المخرج خلنشوف فرحة أهالي الزعفرانية لما أجدهم إعادة تنصيب المحاول يعني فرقة موسيقية وفرحانين واحتفالات نطيني الصوت يلا العظيم يعني الشعب والله العظيم حتى بمصايبة يضحك والله العظيم العراقيين حتى بمصايبة ومبلاءهم يضحكون وفرحانين هاي هي الحياة ما شف هذا البلد الشري أنا أقول شغلة وحدة بس يعني والله العظيم ممكن حتى السياسين من شنصين بالعراقيين من شنصين بالعراقيين من شون عايشين ديش شعب ولا لو غيرنا كان لو ميتين لو الله يسترش مسوي فلذلك احنا قد نقول يعني شوفوا شوفوا بساطة العراقيين شوفوا فرحة المواطن هو ش يريد المواطن احنا دائما نقول يريد خدمات هذه الخدمات اللي هي واجب على الدولة توفرها بنى تحتية وخدمات اللي يريد المواطن كهرباء واللي يريد المياه صالحة للاستهلاك البشري مو معطرة بها ريحة وبها كذا وبها كذا وبالتالي المواطن ما راح يقدر يستخدمها لانه راح يسبب لأمراض وحنا في موسم الصيف او فصل الصيف وهذا الفصل يحتاج الى انه وفر بالمياه وحنا نعرف خاف احد يجي يتكلم يقول الطاقة الكهربائية يحتاج لها اموال ويحتاج لها كذا ولازم نستهلك الغاز او نشتري الغاز من دول الجوار امنتوا بالله والعراق ما عرف انش وقت نخلص من احلام الربط الكهربائي مع الدول الاخرى صارت احلام جابونا ياها حقيقة خلق لكم هاي المعلومة احنا دائما اقول العراقيين ينسون جابونا ياها بداية السنوات والله الاسلاق قديمة ومتهالكة والمحولات وان شاء الله خلال كذا كذا راح نرتب الامور والكهرباء وما عدنا احنا مشت الامور وقامت تصرف المليارات من الدولارات ذب وضخ على الطاقة الكهربائية على وزارة الكهرباء يا بشو الكهرباء ماكو يوم عن يوم صارت اسوأ قال الامور احنا صلحنا بعض التفاصيل او بعض المناطق بس صار اكو تجاوز من المواطنين والاصحاب المعارض السيارات واصحاب الكذا واصحاب المعامل قاموا يستهلكون طاقة كهربائية هواية وبالتالي ما راح تكفي يا با والحال قال احنا لازم نقضي على المتجاوزين يا با اقضوا على المتجاوزي وجرجروننا خمس ست سنوات احنا يومية ها وها وجه الصيف وراح الصيف وجه السابع وراح السابع ما عرف احنا ايش كل سنة بالسابع لازم يصير عندنا رد حمالة الكهرباء حقيقة يعني لازم احنا نتعذب الكهرباء وشنو القصة ما حد يعرف وشنو السر ما حد يعرف وهاي صار ان احنا حدود العشرين سنة نفس المعانات نفس المعانات ممكن شوية تحسنت في بعض المناطق ممكن شوية صار اكو تحسن في بعض المحاولات لكن بدل حك يعني عشرين سنة العراق هو يعاني من مسألة الكهرباء ولو كانت الطاقة الكهربائية تمشي على سلحفات هم كان خلصت ولو تصلح بهذا الشكل هم كان خلصت عشرين عام واحنا على قوة الساعدون جابر عشرين عام انقضت وانت اللي ناسيني هاي فاحنا نغنيها على الكهرباء يعني ما عرف فعلا عشرين سنة واحنا بعدنا قصة الكهرباء من حلت لحد هذا اليوم ولذلك يعني لا تستغرب أنا أحشي لكل المواطنين غير العراقين من يشوفون العراقين فرحانين بمحاولهم والله العظيم والله العظيم قبل أيام انتشر مقطع فيديو وأيضا بالإمارات بس يعني ما عرف وين راح هذا الفيديو بقته لمواطن إماراتي مواطن إماراتي أنا أسترشد بالزين في الدول الأخرى ومن حقنا يعني حقنا نعيش مثل ما عيشون بقية الدول لشنو يقص المواطن العراقي حتى ما يعيش مثل بغيرة يعني السعوف هنا سنعطيكم قصة في الإمارات بالكويت والكويت شخصيا شخص هو مواطن عراقي المهم بالإمارات انتشر المقطع الفيديو مواطن يتصر بشركة أو بوزارة الكهرباء أو مديرات الكهرباء دائرة الكهرباء عفوا اش سووا له الكهرباء انقطعت عندها بالبيت غير انقلبت الدنيا على بيت مواطن بيت مواطن صار عنده خلل بالكهرباء قطعت الكهرباء حر صيف شرجي تكتل تموت الإمارات مو حلوة زرق ورق حتى كهرباء هم مثلنا لا والله يجوز طبعا احسن المهم فاللي صار اجت لها محول سيارة تريلا اجت محول جايبة محول الكهرباء خلوها يقبال بيت ربطوا للكهرباء وقدموا لها اعتذار شلون تنطف الكهرباء عندك انت كمواطن هذا واجبنا لا نطاهم لا ورقلهم لا قللهم هاكم هاي كرامية لا قللهم ها تعالوا سووا لي اياها ولا راح جاب فرقة مجرد الفيديو والله العظيم اتمنى يعني لو كان عندي وقته او جاي على بالي الا اجيبه بس تقدرون تحصلوا مواطن او الكهرباء الامارات توفر محولة متنقلة لمواطن انقطعت الكهرباء عن منزله يمكن هالشكل تكتبوه على اليوتيوب راح تلقوه موجود خلال هذا الاسبوع اللي فات اذا مو قبله يعني اجت سيارة ورجعتين قبال بيتهم رتبت للكهرباء لبين ما كملوا الكهرباء ما اعرف شنو صاير عدهم لان هما كهرباء هناك عدهم دفن يمكن فصارت الكهرباء مواطن واحد واحنا مناطق تنطف بيها الكهرباء ولا احد يدري بيها ولا احد يقول لهم لناس خطيئة بيهم اطفال بيهم ناس مرضى بيهم مكبار بالعمور الناس الشعب يبزعون من الكهرباء مو يمنع مو يمنع ولما تزيد الوضعية مأساة وسوء يضطرون الشباب يطرعون تظاهرات ويجون يضربوهم ويحشون عليهم يقولون لهم انتوا تخلون بالنظام وانتوا متسوسين وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا ليش انا دا ادافع عن حقي انا دا اطالب بحقي مو ادافع اطالب بحقي انا كمواطن دولة عدم موازنة وعدها كل ممتلكات موجودة نفط وغاز وغيرها وغيرها ما تقدر توفر لكهرباء لعنى شا سوى بكم انا شا سوى بكم انا يحاطكم مسؤولين على الكهرباء شا سوى بكم هو هذا يعني هذا السؤال وفعلا انا شا سوى بمسؤول ما يخدمني روح لا الله وياك هذا الصح ما تقدر اطلع خلي غيرك يجي وإلى ان يوصل احد هذا المنصب هو كفوق احنا نعرف الحمل شبير وثقيل عليكم وتشتغلون جزاكم الله خير بس شغلكم مثل السلحفات يعني شنو بطيئين يعني اليوم عندكم انجاز اذا بالشهر سوى تلكم في مكان واحد صلحتو وما عرف يعني شنو طموحكم شنو بعديا ما ادري اتمنى من الحكومات ومن حكومة السيد السوداني انه تكون اكو خطة بالكهرباء يعني الرجل هو اكثر انسان كان يعاني من انقطاع الكهرباء بالعمارة وبعد ين انتقل للبغداد وشاف واكيد اولاد عمه واخوته وقاربة وكلهم يعرفون والمواطنين والمحيطين به فاتمنى انه يدخل شخصيا يجعل منف الكهرباء بالعراق اولوية واتمنى من السيد السوداني ووزير الكهرباء الحالي انه ما تنقضي هذه الدورة للحكومة الا والكهرباء احسن حال اتمنى اتمنى واذا رادوا يسووها بس تكون شوية اكو ارادة بس تكون شوية ارادة واحنا مو دائما فقط ننتقد احنا ننتقد التقصير وما نقول هو السوداني الاول المتحمل لا الحكومات السابقة ما قصرهم دمرونا من ذاك اليوم لليوم ولذلك كهرباء ما دا نشوفها فهذا الشيء الاساسي هذا الاخفاق هذا التقصير وعلى هذا الاساس الموضوع هو على السيد السوداني انه فقط الريد من عندك كلمة وحدة انت رجل رحت لدائرة الكهرباء وسألت على المولدات الاهلية وسويت حملات على المولدات الاهلية وحاربت المتجاوزين بالبصرة وغيرها وغيرها من المحافظات وذا نشوف شغل حلو لحد الآن الشغل حلو وبعدين الريد واحد الريد واحد حتى نحصل على الكهرباء جايتكم انتخابات ام صحيح انتخابات جاية نذكركم ترى ها بشهر الثنعش يعني سابع ثامن تاسع عشر دعش ست شر ست شر اقل فشوية بحبحونا اياها بالكهرباء دارونا شوية صيف وهاي حتى نقول اي والله حكومة خدمات ويجونا ناس حلوين مرتبين ضارفهم التبريد ويقعدوا بمكتبة حلو مو المواطن ملقوح بالشمس مثل ما صارت ابنينا ودوار الدولة ملقوح بالشمس والشمس تسلق سلق واذا حدش ما حد يتحمله ونزلون عليه بالعصي هاي صارت ابنينا وقبل شميون فلذلك يعني اتمنى ان شاء الله نتمنى ما نقول غير هذه الشي نو الحكومة شوية تلتفت الى موضوع الكهرباء زين اكو فيديو اخر هم يضحك للعراقين حقيقة يعني يعني هاي الشغلة انه احنا دا نشوفه هاي ما للقلاب ما للقلاب طيني الفيديو ما للقلاب مواطنين يبادون تصنيح من ذا كهربائية باستخدام القلاب بعد تأخير التلبية هاي هشوف هسحنا وان شنا نحشي وهسور رجعنا تلبية الاستجابة من قبل دائرة الكهرباء في المثنى في المثنى الكهرباء في المثنى شوف لي اياها هو هذا الفيديو انطيني اياها بالله انطيني اياها خلني شوفها طيني صوت هذا صعدين على قلاب حتى يصعدوا يسووه وطبعا شنو قالوا هذي بالطريقة بداية شوفوا مداش داش وكلهم لابسين دي شاديش ومتلثمين والاخ فوق متحزم وده يشتغل بالكهرباء عمي الله يرحم موديكم ومبارك الله بكم طيني اياها الصورة الفيديو يعني هذا المستوى احنا احنا كان عندي اتصالات قبل فترة احد المواطنين دائما يتصل من النهروان ويشتكي من عدم وجود الكهرباء لانه ما حد يجي من دائرة الكهرباء بالنهروان وحنا اتكلمنا بهذا الموضوع حتشينا وقدمنا يا ربي انه يكون اكو استجابة لكن للأسف وعلى ما يبدو اكو تقصير واتمنى من الجهات المعنية وزارة الكهرباء اتمنى من وزارة الكهرباء وهذه دعوة لهم خاف احد ما يدري لانه واني على علم وعلى يقين السيد السوداني حسب ما وصلت نهاية المعلومة قبل ايام فريق متخصص فريق متخصص اتابعون شكو فيديو شكو حادثة شكو طلب شكو مناشدة تأخذ وتنقل الى الجهات المعنية حتى يناقشوها هذا الفيديو بكارثة حقيقية انطيني صورة الفيديو مالتلور القلاب خليها يمي اول الكوارث انه المواطنين بجرأة ومتصرفين من يومهم صاعدين على الكهرباء لانه دائرة الكهرباء متأخرة وما احد يريد يجي منهم الظاهر فاتمنى مجلس تحقيقي على المواطنين اللي موجودين في دائرة كهرباء المثنة بالتاريخ اللي تم تصوير هذا الفيديو اسألوا اهل المنطقة زين وراح تعرفون ليش ما انتقلوا وليش ما استجابوا لطلب المواطنين حتى يصلحون الكهرباء حياة الناس ملعبة دي تنطيك الدولة فلوس ومنطتك موفرت لك سيارة نقل وموفرت لك بناية داون بها حالك حال باقي خلق الله انت مو سيد نفسك حتى حضرت جنابك ما يعجبك تطلع تروح تصلح الكهرباء للناس تمام فمو من حق الدائرة مو من حق الدائرة تتأخر وتتقاعس عن تلبية مطالب الناس مما يدفع المواطن لاستخدام سيارة خاصة وبهذه الطريقة شوفوا صاعد المواطن شلون شوفوا نواقف هذا كله ضغط عالي هذا الضغط العالي حسب المعروف عنه يمكن تقريبا ستين سانتي متر يعني اكثر من نص متر او اكثر متر الا هذا الكهرباء اللي بيه تنتل احنا شمدري ان رح تجي الكهرباء يعني لو فرضا لا سامح الله لو جاير رئيسي في هذا الوقت الكهرباء الوطنية والضغط العالي ناقل كهرباء هاي ثلاث أشخاص ما رح يصير بهم شي لا سامح الله قدر ما رح يصير بهم شي ش رح يصير بهم زين الناس اللي محيطين بيهم رح يصير ربط كهربائي رح يصير اكوتماس كهربائي رح يصير يمكن لا سمح الله احد منهم يفقد حياته فليش هذه المجازفة ليش تخلون الناس تروح تهلك نفسها وتذبروحها بالنار اللي ارجوه من محافظ المثنة ومن دائرة الكهرباء في المثنة ومن وزارة الكهرباء ومن الحكومة ومن اعلى شخص في هاي الدولة احموا المواطنين لانه بمسؤوليتكم ما ممكن تتقاعسون عن اداء واجبكم وتخلون للمواطن هو يدفع ثمن يعني لا سمح الله لو صار عليهم شي ضميركم يرتاح هاي طبعا اذا اكو ضمير على الجهات المعنية في المثنة دائرة كهرباء المثنة محافظ المثنة محافظة الاجهزة الامنية الاجهزة المعنية التنفيذية كل الدوائر الموجودة المعنية بهذه القضية عليها تتحرك وتشوف دارة التوزيع السيطرة دارة الكهرباء شكل عام وزارة الكهرباء روحوا فحصوا موظفيكم ترى الجماعة مو هل قد يطلعون حسب هذا الفيديو هالشكل يتفسر غير هذا الكلام ماكو احنا ما عدنا اليوم غير ننقل هذه الصورة انا ادري اكو فريق يتابع وهذا الفريق اتمنى يوصلون هذه الصورة بشكل سريع اليوم تكررت هذه الحالة او صارت هذه الحالة في محافظة المثنة ممكن باتشر تتحقق او تصير في منطقة اخرى واليوم ثلاثة باتشر جوز خمسة فحياة الناس والمواطنين مسؤوليتكم يا وزارة الكهرباء من وزير الكهرباء الى اقل موظف موجود رتبة و الى دائرة الكهرباء في المثنة وحتى في بقية المحافظات يعني شوي يهتموا بالموضوع خابروكم روحوا اطلعوا عليهم قلولهم رح نجيكم خلينتظروكم فما نريد نخلي يصعد تريند لو شي لا سمح الله على مواطنين يصير بهم سوء بسبب التقصير هذه رسالة واضحة احنا لا دا نتهم احد ولا دا نقول على احد نتجاوز عليه ولكن اكو تقصير على ما يبدو وفق ما تم تداوله في هذا الفيديو اللي قالوا انه وزارة او دائرة كهرباء المثنة قاعست وتأخرت عن تلبية دعوة المواطنين حتى يصلحوهم صلحولهم الكهرباء هذا الفيديو كلش مهم واحنا من اجل سلامة المواطنين دا نتكلم على هذي النقطة الاساسية ودا نحشي ترى من حرقة قلبنا وحرقة دمنا ما طاب تشيسنا شي احنا ولا نريد من احد شي ولا قانا نطلبنا حال شي بالعكس احنا علينا دا نبه علينا دا نبه لانه تهمنا حياة هذا والشباب طين الصورة عامة خليها بالصورة العامة خلي خلي تكون واضح الفيديو للمشاهد خاف احد ما شاهد طين ياك فل سكرين خلي وفل سكرين خلي شوف الناس هذا الفيديو شوف وين صاعد المواطن ثلاث شباب صاعدين فوق طبعا هم وفرحانين ويعني هاي القوم تعاونت ما ذلت هالشكل امهاتنا تقول القوم التعاونت ما ذلت وفعلا صاعدها فوق وهذا اخطر مكان يوصل للانسان شنو حدود السلامة بهذا الموضوع ماكو اي نوع للسلامة ماكو اي نوع للسلامة ماكو لا قبعات لا تشفوف بس ذاك الولد صاعد فوق لابست تشفوف الحمد لله وشكر وليه وده يشتغل بايده بطريقة بداية بطريقة بداية ده تصلح الكهرباء فيا وزارة الكهرباء يا دوائر الكهرباء نزلوا اشعار وتبليغ لدوائركم اي مناشدة او اي اتصال روحوا بسرعة عليه حتى لو دزلكم موظف واحد يبقى هناك على ما يشوف الوضع وتترتب الامور لا تتأخرون ما عدكم آليات تنقل قلولهم تعالوا خلي اجرون درج ويجيبولكم اياه هذا اللي يصعد اذا ماكم خلوا موظف معني هو بوحدة يصعد صاحب خبرة متدرب يعرف عنده طلاع يأمن يتواصلوا وياكم يتصل بيكم اقطعوا افتحوا الكهرباء وكذا يعني هو موظف ويعرف شغلته مؤخل المواطنين يصعدون هذا انتحار هذا انتحار وهذا شيء اتمنى مر يدي يتكرر مرة ثانية طيب الان راح نروح الى نقطة اخرى احنا وصلنا تقريبا الى يعني محافظة الاعمارة معروف عن هور الاحويزة هذا الهور اللي مليان اسماك وللأسف على ما يبدو انه ما احد يقدر يتحرك لحل هذه القضية قبل فترة تقريبا من نهاية العام كان اكو كلام من قبل وزارة الموارد المائية ونزلت بيان ونزلت كذا انه تم يعني عودة الحياة تدريجيا الى هور الاحويزة في ميسان نتيجة تثمار مياه الامطار يعني قلن نقول بداية الاول نهاية الشهر اثناعي صارت عندنا امطار فقالت الوزارة احنا استثمرنا مياه الامطار وخليناها في هور الاحويزة واحنا فرحنا في ذاك الوقت وقلنا ان شاء الله يا ربي خير ولكن صارت الكارثة مو ناقوس الخطر وانما طبينا بالخطر نفسه العراق بدي جف العراق او انهر العراق بدت الجف هور هور مساحته كلش شبيرة كلش شبيرة يفقد المياه وبالتالي يصير حالم للجفاف شوفوا حال الاسماك اللي موجودة كانت قبل فترة وهس رح طلعكم الصور مالته شون شان انطيني الفيديو الاول اين يقع هور الحويزة انطيني صوت ايضا وياه مو هذا الفيديو مصطفى هذا الفيديو انطيني اين يقع هور الحويزة هذا الجفاف غيرها بعد الفيديو الاول اذا كان موجود عندك انطيني اياه زين انطيني بلا انطيني هاي الجفاف هذا الجفاف انطيني اياه هذا الصورة خلي نشوفها طبعا هذه المناطق اللي هي هور الحويزة بين البصرة وبين السلام عليكم استاذ حسن جنابي هذه الth طبعا انطيني الصوت ؟ ايضا اه اصبح الصحراء قises سيما تشوف كان من المستحيل يوصل جاموس اللي لهاي البقى على الان كانت العمق مع المياه ستة متر ومارات يوصل لأكثر هس أصبحت صحراء لا حوله لا يعني إذا شوف ما نقدر نقول شي بس حسبنا الله ونعمل وكيد دائما إحنا مو من أولويات صح أصحاب القرار شوفوا اللي دي يصير المستشوف هاتشان النهر الله عليكم جسمكم ميكش أقل شي خمسة كيلومتر حتى يوصل للنهر اللي هو باقي بمئة آسنة غير صحيح لإستخدامة بشي ويشرب منه ومثل ما شوف هاي النبات الزور هاي نبات بري من سابع المستحيل اللي يخضر بهيش أماكن بس بفعل الجفاف خضر يعني والله العظيم يقول لك كانت نسبة المياه موجودة به ستة أمتار تقريبا أو أكثر وتالي وان راح الموي وان راح الموي تبخر من حكمة رب العالمين أنه جعل ثلاثة أرباع الأرض كرة الأرضية مياه وخمسة وعشرين بالمئة من عايشين بالبشر رفع الأرض اللي موجودة طبعا هاي اليابسة خلي نقول يعيش بها البشر اللي هو متحكم بهذه الكرة الأرضية وهالشكل هو ملوث الكرة الأرضية ومدمر الكرة الأرضية ورب العالمين من حكمته أنه قلّه يعني اليابسة وعطاكم مياه أكثر فسبحانك يا رب رغم هذا لسوء تصرف الإنسان وجشع الإنسان وطمعه حرم نفسه من المياه الموجودة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها إلى بسبب الطمع والجشع والحروب والغل اللي موجود عند الناس صراع اللي موجود عند الدول اليوم العراق يدفع ثمنه سواء كان بسياسات خاطئة أو ضعيفة من الحكومات العراقية أو قوية لكن على العراق أن يراجع نفسه في مسألة حل هذه القضية هور مثل هور اللي حويزة هذا الشكل الفضيع هذا المعلم الطبيعي الطبيعي الناس تفتخر دول العالم تفتخر تفرح لوجود مثل هذه الأهوار هذه البسيطة هذه البحيرات تستثمرها تخليها منطقة سياحية تخليها منطقة جميلة يعني المتحدث بالفيديو المواطن يقول هاي اللي واقف عليه هو كانت أجلكم والله الجواميس ما توصل إليها لعمقها ستة متار وأكثر يمكن من المياه أما الآن فهي عبرت هذه المستوى ولا وجود لقطرة مياه زين والأحياء اللي كانت عايشة به الجاموس اللي قبل فترة وسنة وسنتين كانت تنتشر الصور وشون حالة الجفاف وقحط اللي عايشته هذه الحيوانات بسبب عدم وجود المياه وأيضا الأهالي اللي كانت تعيش في هذه المناطق كيف هاجرت هذه المناطق وراحت إلى المدن وتركت هذه الثروة الحيوانية والمائية السمكية وغيرها منه دا يتحكم بينا احنا ليش وصلنا إلى مرحلة واحد يأكل الثاني احنا مدن صارع من أجل البقاء لا الصراع ما بين الدول هو مو من أجل البقاء ولكن بسبب الطمع والتسلط والتجبر اللي تعيش هذه الدول وللضعف اللي يعيش العراق في نفس الوقت خلي العالم تتجرع علينا وش كنت تتعاملوا يعني يعني انطيني بالله شنو أكل فيديو الثاني خلي أشوف خلي أشوف هذي حالة الجفاف شوفوا هنا شون حالة طبعا هذه لقطات قد تكون قبل فترة يعني خلي نقول من الأرشيف انطينيها شوف ما تبقى من المياه ما تبقى من المياه ايه اذا لقيت الفيديو ما الموقع هورالح ويزنطينية شنو كان تاريخيا يعني شوفوا هذا الفيديو يعني يعني اللقطات حقيقة مأسات والله العظيم مأسات هنا ما عرف يعني كهرباء ماكو مي ماكو وذا يجاكل مي ملوّة غورنا يجف مناسب المياه نزلت خدمات ماكو ضعيفة والجو حار يا ربي اتفت علينا يا الله يعني وحوش احنا عايشين في زمن الوحوش واحد يريد يأكل الثاني ومه حد يفهم مه حد يفهم جشع الانسان وان يريد يوصل يعني هورالح ويزنطين تاريخ تاريخ للعراق ومعلم كبير للعراقين ايضا شانت قبل يقولون عنها انه ما عرف اذا لقيت الفيديو خليني اشوف لا انطيني اكو فيديو يتكلم عن تاريخ هذا الهور اي شوف عمر ايضا خلي يشوف انيا طيب ف بتاريخ قديم مساحته كلش واسعة و وهميته كلش شبيرة طبعا وتكلمنا عليه يعني حقيقة تحس انه انت في في بلد بدأ كلشي يروح من ايدك بدأ تفقد كلشي مو من المحقول انه انا اليوم كمواطن اريد اطمح الى انه اعيش برفاهية وبياستقرار و اتنعم بكلشي والخير يروح من ايدي شوي شوي علينا انه فعلا نراجع نفسنا ونعرف نفسنا احنا ونراحين ونعرف حالنا انه احنا الى اي تجاه مع من نتعامل شون اللي يريده من عندنا المقابل نتنازل اكثر لو نكون اقوى فهذه اللي احب اتكلم بها اليوم في حلقة بانوراما كان بيود كان بيودنا انه نتكلم اكثر ونحش بمواضيع مختلفة زين عندي خمس دقائق انطيني المواطن ينتقى دائرة الصحة في ذيقار خليني اشوف هذا الفيديو او انطيني مدير العام انطيني مدير العام صحيح خلنشوف عن مشكلة اساسية اللي راح نربطها بالمشكلة الاولى اللي هي مسألة الكهرباء يعني اكو ناس يقول انت ليش تتكلم على الكهرباء او تحكي على المساجد اي خليني انطيني ايها انطيني ايها خليني نشوف شنو تكلم طيب طيني الصوت يعني هو هذا الفيديو بعد ان اكتشف المدير عام صحة بغداد الرصافة فقدان مليون وثمانمائة الف لتر من القاز المخصص لمؤسسات صحة الرصافة خلال العام الماضي ايجا فجأة وشاف المواكو مليون وثمانمائة الف لتر قاز مو اقولكم انا الخنة البيمن حس هذا مسؤول هو اكتشف هذا الموضوع وهذا الداول على مواطق التواصل الاجتماعي لكن اريد اشوف انا الحكومة اش راح تسوي شنو الاجراء اللي ممكن تتخذ الحكومة اليوم في مثل هذه القضايا حتى انا كمواطن اشعر بالامان اقول لما يجي احد ومديده على اموال الشعب واموال الدولة يحاسب وتكون محاسبته شديدة وخاصة الموظفي يعني بحقيقة اكون مسألة كلش مهمة انا اشكر هيئة النزاهة انه دائما ان يتم القاء القبض او اصدار اوامر قبض بحق الموظفين المقصرين يعني او الملفات الفساد وما شابه ذلك لكن اكو مسألة مهمة بعد فترة طويلة يالله يطلعنا حكم على شخص من هذا الفاسدين لكن اتمنى انه يصدر بيان رسمي دائما باصدار احكام مشددة على الفاسدين والسراق المال العام حتى يكونوا عبر غيرهم وفي نفس الوقت اذا تم الافراج عن احد لعدم كفاية الادلة ايضا يعلن حتى نعرف انه هذا الانسان بريء او لا فاللي داي اعتقلوهم عددهم هو هواي وشكرا للنزاه على هذه الجهود ولكن اللي داي نسمع بهم كاحكام ما اعرف يعني ممرات احنا ما اتمر علينا اعتقامهم يعني عداتهم قليلة اتمنى ان شاء الله تكون هناك سرعة بالحكم على الفاسدين حتى نحاول نقضي على الفساد وكل نسوية معكم وان شاء الله ما تقصرون انتم في اتجاه سريع من وزير الصحة او وزير العدل عفوا وهذا اخر فيديو ممكن اخذه اتوجه الى دائرة او سجن النساء المركزي بالرصافة شوفوا الموقف اللي صار شوفوا الموقف اللي صار انا ما راح اشع عليه خلي طيني يا زمين المخرج طيني الفيديو طيني صوت طبعا الدكتور وزير العدل دكتور خالد شواني رجل بهذا الفيديو خلي نقول احنا بالعام يسميها كبسة يعني اجا فجأة على السجن المركزي للنساء بالرصافة اجا لقم احد من المسؤولين وكان من المفروض يكون معاون مدير السجن النساء ومدير الشؤون العمنية انزين يكونوا الموجودين طلعوا الجماعة ممداومين او ممتواجدين داخل السجن وامر باعفاءهم يعني وتشكيل مجلس تحقيقي بالقضية هذا الموضوع احنا نحتاجه حتى يكون اكل اتزام باذن الله سبحانه وتعالى راح نغيب عنكم خلال هذه الايام وان شاء الله نشوفكم بحلقات جاية من برنامج بانوراما اشوفكم على خير في امان الله اشتركوا في القناة